ولأن الكهرباء تتقدم على غيرها في تسلسل الخدمات المباشرة للمواطنين يرى مختصون بأن موافقة واشنطن على إطلاق ثلاثة مليارات دولار من أموال إيران المجمدة لدى العراق سينعكس إيجابيا على واقع الكهرباء في أشهر الصيف العراقية ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى الإصحاق قوله إنه تم تحرير جزء من ديوننا المترتبة على العراق بفعل العقوبات الأمريكية وتخصيص جزء منها لاحتياجات الحجاج الإيرانيين كما تم دفع جزء آخر منها لتوريد السلع الأساسية وترتبط إيران بعلاقات تجارية واقتصادية واسعة مع العراق ولديها مستوى تبادل تجاري متميز مع بغداد فيما لازالت أموالها مجمدة لدى المصارف العراقية بفعل العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران في حين يرفض المسؤولون الإيرانيون مقايدة هذه الأموال بمنتجات أخرى وفق مقترحات عراقية